نعم مشاهدين الكرام إذن توقفت هذه المباراة عند الدقيقة السبعة والسبعين مع وفاة أحد مشجعين وعشاق نادي الرمثة أشرف لترادات رحمة الله عليها أبو يارة أثناء هذه المواجهة جلطة قلبية حادة وتوقفت هذه المباراة والنتيجة كانت تشير إلى تقدم الحسين بخمسة أهداف مقابل لا شيء على حساب نادي الرمثة رحمة الله عليك أشرف أبو يارة أحد مشجعين وعشاق نادي الرمثة لن نتحدث فنيا لن نتحدث عن أحداث هذه المواجهة تكتيكيا الإنسان أغلى ما نملك مشجع توفي أثناء هذه المباراة أثناء تواجده على مدرجات أستاذ الحسن في إربد أثناء اللقاء الذي جمع الرمثة مع الحسين إربد ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة القدم وبعد هذه الجلطة نقل إلى المستشفى ورحمة الله عليه لا حوله ولا قوة ألا بالعود للضيوف هذا الاستوديو الدكتور راجح ذيابات والكبتن ثابت عيدات كبتن ثابت رحمة الله عليه نعتذر من المشاهدين لن نتحدث فنيا عن هذه المواجهة أكيد يعني حدث عليهم جدا جدا يعني أول شي من ننقل تعازينا كرياضيين لعائلة المشجع الأصيل صاحب الخلق أشرف أبو يارى أشرف أستاذ ليث قريب مننا جميعا معروف بحسن أخلاقه معروف بطيبته معروف بحبه للرياضة بشكل عام ولنادر رمثة بشكل خاص يعني ندعو الله أن يكون يعني من أصحاب الجن يا رب يعني هي لفتي كمان كويسة إنهاء المباراة نعم صحيح وبكل صراحة يعني بتناقص لاعبين بتناقص حتى لا يوجد نصف التعليمات المقانونية وشوفنا يعني الصراحة حمزة شوف القيادة كيف والدخول حمزة هو اللي أتوقع كان اللي نقل الخبر وصار وصل الخبر وكان رابط إنه المباراة لهنا وخلص حمزة دردور دائما قيادي هو شهم دائما يعني قوله فيهم داخل الملعب دائما دوره للقيادة دكتور ناجعون كنتهو الكبتن ثابت عبيدات تعرفوا المشجح هذا رحمة الله عليه شخصيا الله أنا أعرف شخصيا حتى بعد مبرح في صريحة معي الصحيح أعود بس لأرض الملعب من جديد وإلى صايل اللغبين صايل الكلمة إليك تحية لك ليث من جديد ليث دعنا نبدأ من اليوم حدثت حالة وفاة لأحد مشجعي نادي الرمثة حيث خيم السواد على المدرج بعد وفاة أحد المشجعين في روابط نادي الرمثة وهو أشرف أبو يارا كان متواجد هنا في المدرجات ولكنه شعر بوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى ولكنه ما لبث أن فارق الحياة فإنا لله وإنا إليه راجعون نعزي الرمثة كمدينة نعزي جمهير الرمثة نعزي أيضا نادي الرمثة الحكم مفيد حسونة قام بإنهاء المباراة بعد إصابة خمسة من لعبي نادي الرمثة الرمثة والقانون لا يسبح بأن يكون هناك أقل من سبع لعبين في أرضية الملعب بما فيهم الحارس والفريق لم يستطع أيضا إجراء التبديلات لذلك قام بإنهاء هذه المباراة التي انتهت وبخمسة أهداف نظيفة لنادي الحسين ربت هذا كل ما لدينا هنا ليس في أرضية الملعب إليك من جديد شكرا صعي العود من جديد لضيوف دكتور ناجح السيد لا تسمح لي أنه الحمد لله بالأردن عائلة واحدة نعم اليوم حتى برياضة تم تطبيق مقول السيدنا الله يرحم وجلالة الملكة السيد المعظم أنه الإنسان أغلى ما نملك نعم وإحنا كنا بالسيدة أنت والأخ ثابت والبجموعة كلياتنا نقول لازم المباراة توقف بسبب المصابة جلل اللي هو أشرف أبو يارا إحدى مشجعين نادر رمثة هذا الشخص مشجع يعني بيعرفه بجوز من 15-20 سنة لذلك باسمي وباسم جميع الجماهير الرياضية بشكل عام ورمثة بشكل خاص بعزي أهل وإحنا أهله وأنت أهله وثابت أهله كلياتنا أهله لذلك احنا بنعزيه بنعزي أولاده بنعزي زوجته أهله أمه أخوته بالمصابة جاو الله يرحمه ويحسن إليه وإحنا بنقول أنه دائما بإذن الله يعني الرياضة بتجمع كل الأردنيين صحيح بتجمعنا الطاو كبير الزغير وهو من الزرقة من رمثاوي من إربد من كفرسوم من أي بلد لذلك احنا بنقول الله يرحمه ويحسن إليه ولفتي كريمة جدا من اتحاد الأردن الكرد بممثله طبعا بسموه الأمير علي والحكم اللي كان يعني على قدر المسؤولية وأبو شاهم محم حمزة يعني أنا أعرف أن حمزة حرك الأمور لما دخل يعني عرفك الموضوع لذلك انتهى الموضوع على خير وإن شاء الله يكون هذا كل الأمل هذا أنه ندعي إلى الأخونا يعني بالرحمة والمغفرة بإذن الله وهذا الوضع الطبيعي وأقل من طبيعي ومتوقع غير هيك يكون الوضع مش طبيعي نعم هذا الوضع طبيعي يعني زي ما حكى الدكتور يعني إحنا منعز أهله المرة الثانية وهذا الوضع الطبيعي وإحنا أسرة واحدة الرياضة تجمع ولا تفرق بصراحة يا رب أنه يلهم أهله الصبر والسلوان شكرا كابتن ثابت شكرا دكتور ناجح لأهولا مشاهدين الكرام تنتهي هذه التغطية كنا نتمنى أن يكون الحال أفضل لكن هذا الضرف الطار الذي حدث أثناء هذه المواجهة بوفاة أحد مشجعين نادي الرنسة أشرة فطرادات أويار رحمة الله عليك تحية مني لكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء